اشتركوا في القناة وفد الحكومي برئاسة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسية الشورى والنواب وتم تأكيد خلال الاجتماع على حرص السلطتين التشرعية والتنفيذية على الوصول إلى توافقات ارتكازا على مبادئ الدعم الأساسية المتفق عليها بناء على الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين سابقا وبما يضمن توجيه الدعم المالي للمواطن الأكثر استحقاقا ويكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعوم في الميزانية العامة للدولة واستعرضت السلطة التشرعية خلال الاجتماع تصوراتها المقترحة بالنسبة للدعوم الحكومية الستة والكلفة التقديرية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتغطي ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة الغلاء وعلاوة الإيجار بدل السكن ودعم السلع الغذائية وأكد الفريق الحكومي حرصه الدائم على تطوير كفاءة نظام الدعم المالي الموجه للمواطنين بالتعاون مع السلطة التشرعية مشيرا إلى اهتمامه بدراسة التصورات المقترحة للدعوم المالية الستة مع الجهات المختصة في الحكومة ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة بما يسرع وطيرة عمل اللجنة